المعركة الأخيرة تقترب وساعة الحسم باتت أقرب اشتباكات عنيفة ومعارك طاحنة مع تنظيم داعش المحاصر في الأمطار الأخيرة بجيب الباغوز الذي تقلصت مساحة سيطرته إلى 500 متر مربع بدأت ميليشيا قسد هجومها الأخير ليلة الاثنين ودخلت في اشتباكات مع التنظيم منذ شهرين اعتمدت فيه على القصف الجوي والمدفعي للتحالف الدولي قسد أعلنت على لسان مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي أن عدد أفراد تنظيم داعش الذين استسلموا بلغ 3000 مقاتل بينما قتل 25 أخرون خلال المواجهات التي استمرت حتى فجر الثلاثاء بين الطرفين بعد اقتحام قسد لجيب الباغوز على الحدود العراقية السورية رغم تقدم البطيء الذي يحد من تقدمها مع وجود القناصة والألغام الأرضية وبحسب المصادر وصل رطل عسكري للتحالف الدولي إلى قاعدة عين عيسى الأمريكية بالرقة مؤلف من شاحنتين أقلت معتقلين من عناصر التنظيم قادمين من دير الزور المدنيون النازحون في مخيم الهول الذي قالت عنه الأمم المتحدة في تقريرها بأنه على حفة الانهيار لانعدام طاقته الاستيعابية فهو مصمم لاستيعاب 20 ألف شخص يأوي الآن أكثر من 66 ألفا يعانون عدم الرعاية الصحية والإغاثية